اهلا فيكم حبايبي برج الجدي رح نشوف شوية توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة متل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عمت مع برج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها اعتقدها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا متل دائما القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن انت خد من الفيديو او من القراءة الشي اللي بتحس انه بيفيدك او بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك لانه مش رح تكون مناسبة للجميع لكن ممكن يكون فيه اشي بالفيديو تستفيد منه او يناسبك رح نبلش بيه طاقتك اول بعدين طاقت الحبيب خطواتكم في المستقبل ومصير العلاقة بينكم او شو ممكن يصير بالمستقبل اذا فيه اي اشي بيحتاج الى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية اوكي نبلش بي كروت النصيحة لبرج الجديد نبين انه فيه حدا بيه حياتك حاليا يا برج الجديد عم يطالب باهتمام اكتر منك افعل شيئا لكي شخص بدك تبين مشاعرك اكتر لهالشخص لانه عم حسك او عم شوف انك منغلق او منطوي على حالك كتير وممكن عم تتعامل مع الوضع او مع الشخص يعني باسلوب صارم او باسلوب شديد في ايضا عندك فعم بتحس بخسارة من خسارة من خسارة علاقة او عم تحس بخيبة امل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بخيبة امل ممكن من تصرفات هالشخص او ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحاليا كروت النصيحة بدها اياك تعرف انه اذا في عندك قرار بدك تاخده او موقف بدك تتبعه هلا الوقت المناسب انك تاخد قرار سواء كان لانك تبين لها الشخص انك بتحبه او بدك توضح له معلومة بدك توضح له اشي معين هلا هو الوقت المناسب انك تتخذ هالقرار نبدأ بطاقتك اول يا برج الجديد كتير عم شوفك في عندك كتير منطوية على حالك مش عم تسمح لاي حدا يفوت بحياتك او بمجالك او بطاقتك حتى هم شوفك ايضا كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل او مركز كتير على الامور المادية بيعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة هم شوف انت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالاصح ولكن انت عم شوفك بدك صدق اكتر بالعلاقة من اللي عم يقدموا هالشخص بتشوف انه هالشخص انت ممكن متقلب الرأي او كتير بيغير رأيه هالشخص وانت بدك تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها اعتراف ممكن وبدك هالشخص يكون معك صريح جدا عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك اي مشكلة انه اذا يعني العلاقة ما نجحت او اشي مثل هيك ما عندك مشكلة انه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي او انك تكون مش في علاقة يعني هم شوف الستاندردس تبعك او متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد او الشخص اللي في حياتك حاليا متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم يحس انه مهاجم بشأن اشي معين بالعلاقة عم يحس انه مهاجم عم يحس انه في مطرح بده يدافع عن حاله ايضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بافكاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها لالك او مش متل ما انت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون اشي صغير اللي عم يقدمها لك وانت عم شوفك بدك اشي اكبر من هيك بدك اشي بالاصح ملموس اشي بالفعل تعتمد عليه او شي ممكن تقدر تقيسه هالشي بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن تأدي الى زعلك او عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بانك كتير امتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن انت شوفك فبينتهي الوضع الى انك يعني تكون انت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بانك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لانه عم تشوفي انه فيه اولويات او اهتمامات اخرى اهم من هالاشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون اي اشي اخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف او بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كتير صارم الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجديد اللي ممكن تكون ابراج نارية او ابراج هوائية ممكن ايضا عم تتعامل مع برج الجوزاء بالاخص برج الجوزاء عاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص لانه هالكرت بيتبع برج الجديد بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه كتير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية او عم بيحس انه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من راسه ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لانه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية او في الماضي القريب بينكم كان في هالشخص كان بيحكي كتير الكمنيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن في المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله اكتر مش عم يحكي بيشوفه وبيحس اكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لانه بيحس انه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف او لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوان يعني لكن عم شوفك انت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف انه انت مركز كتير او عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الاخرى بصراحة عم شوفك رجل جدي عم بيحس بيخيبة امل اه كتير عالية من من تطور العلاقة يعني بيحسوا ان انت بتحسوا كأنه او بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن اه ضاعت منكم ممكن تحس انه هالشخص ضاع منك ايضا بدنا نوضح اه الطاقات اكتر يعني ان جنرال بدنا نوضح هالشخص ليش اول اشي ليش عم يحس انه مهاجر او ليش عم يحس انه دائما محتاج يدافع عن حاله بيحس انه بدو يعني يكون دفاعي معك بطريقة الحكي او بطريقة الجدال يعني عم شوف فربل اكتر او حديث اكتر مما هو تصرفات فعلية يعني ممكن بالحكي عم تحسن إنه هالشخص كتير منغلق أو كتير دفاعي معك فبدنا نشوف ليش هو هالشخص دفاعي شو السبب اللي بيخليه صعب التفاهم معه هالشخص في عنده شيئين عم يحاول يوفق بينهم وبتوقع إنه هو عم يحاول يوفق بالعلاقة وبين وضعه المادي أيضا لأنه صاحب بالين كذاب هالكرت فعم يحاول يوفق بين شيئين الشخص اللي عم تتعامل معه وهو مضطر إنه أو عم يحس إنه مضطر إنه ياخد طاقة كينغوف سورد هالملك لحتى عم شوف إنه أنت علاقتك مع هالشخص ممكن تبعده عن مجال عمله أو تأثر على مجال عمله فهو بيشوف إنه بده يقدم نوع من التضحيات لأنه صعب عم يحاول إنه يوفق بين هاي ويوفق بين هاي ولكن مش عم تزبط معه صعب عليه كتير وعم شوفه إنه هو قرر في الوقت الحالي أو بطاقته الحالية إنه ياخذ وقت مستقطع ممكن لحتى يبني مستقبله أو يبني مادياته طيب مشان هيك هو كتير منغلق على حاله ما عم يسمح للعلاقة إنها تتطور خوفا من إنه تأثر على إشياء أخرى بحياته أو أحلام أخرى بحياته هو عم يسعى إلى تحقيقها طيب بدنا نشوف الشخص أيضا بدنا نوضح أنت ليش منغلق أول شي بدنا نوضح أنت ليش منغلق على حالك هون أو بالمستقبل ليش رح تكون لأنه هي طاقة المستقبل ليش عم شوفك كتير منغلق على حالك أنت ممكن طاقته أصلا الشخص هي بتحكس عليك سمت عليك طيب بالمستقبل أنت عم تحس بي نهاية من نوع ما عم تحس بي تكملة فبدنا نشوف ها التكملة شو يعني الاشياء اللي عم بتفكر فيها أو ليش عم تحس إنه الوضع ميقوس للنوع عم شوفك أنت بدك علاقة أو بالمستقبل بتطمح بعلاقة إنه تكون هارمونيوس أو إنه تكون متناغمة ومتوازنة أم شوفك بالمستقبل بتبحث عن التوازن وأغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني أو توازن بحالك إنت أيضاً واحد من الأسباب بطاقتك في المستقبل إنه عندك Five of Swords Five of Swords أنت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني أنت شخص عنيد جداً بطريق أو تخسر علاقة أو تخسر حبيب عم شوفك برغم إنك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم إنك بدك بداية جديدة معها شخص لأنه العامل المشترك بينكم هون في بدايات فإنت بدك بداية ولكن بدايتك فيها حكي فيها صراحة أكتر هو بده بداية عاطفية أكتر فمشوف إنه إنت بالمستقبل ما بدك تتنازل عم تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الأسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم أو تأخر بالتواصل بينكم إنه إنت عم تنظر للأمور من منظور واحد من منظورك إنت بدك الأمور تمشيك مثل ما إنت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عيناد لأنه بدك توصل إلى النقطة اللي إنت بدك إياها أو بدك شخص يعني بدك إياه يكون مرن أكتر بحيط إنه يمشي مع اللي إنت بدك إياه أو اللي إنت بتتوافق معه طيب بدنا نشوف هالشخص لأنه هو مبين إنه منطوي على حاله بهالفترة ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك أيضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبندنا نشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوة بتقدم تجاهك؟ هل بده يحكي معك؟ شو رح يصير بعد فترة السكون هاي؟ فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدمه لها إليك لأنه في عندك هالفارس على الخيل أو على الإحصان متجاه إلى مطرح متجاه إلى مطرحتك ورقة تقدم هاي؟ وأيضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون أو ممكن الحكي بينكم يكون أو هالشخص يتقرب منك بطريقة أصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية همشوف إنه هو بده يخليها عفوية أكتر بالبداية أو كبداية بده يكون عفوية أكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدين تنتهي إلى ارتباط أو تنتهي إلى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره أو مدى عمق مشاعره أنت ممكن أصلا ما تتوقع أو ما تفهم وما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك بالنسبة لـ The Lovers The Lovers تحكي عن Soulmates وأيضا تحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لأنه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدوا أنتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف إذا الأوراق رح تكون متناغمة مع بعض أو رح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف إذا رح توصلوا لنفس الاستنتاج أو رح تكونوا في مطرحين مختلفين فكرياً أقلياً فبدايات جديدة رح تكون بدايات جديدة بالحكي رح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك أو ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لأنه هاي فقط ترمز إلى الكميونيكيشن ترمز أيضاً إلى اعترافات فأي إشي كان مخبة بينكم رح تحكوا فيه أيضاً The Star Wish رح تشاركوا لبعض أو رح تحكوا لبعض عن آمالكم بها العلاقة أو العلاقة بينكم رح تنتهي بانتصار أو التواصل بينكم رح ينتهي بانتصار لأنه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلأ إلى أنه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها أيضاً وشف في المنت أمنية تتحقق فأوراق كتير منيحة بصراحة أوكي حباي ببرج الجديد اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في ميديو قادم